بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي في الله تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو بالخير والرباح وبصحة جيدة استبرنا الكثير وبقى غير القليل إن شاء الله تكونوا من الصابرين وتكونوا من الناجين عند الله سبحانه وتعالى الناس القدام والناس الجداد والناس لفاء نحاء العالم تنقول يارب يحفظكم من كل أداء ونسمع عليكم غير الخير يا ربي من هاد المكان ومن هاد الزمان ربي معاكم وربي يحميكم من كل أداء أول حاجة غادي يجب لكم واحدة وصفة رائعة لجلب الخيرات وفي نوصل الوقت البنت اللي بغا تزوج الولد اللي موقف على العمل الولد اللي عنده تعسير تالولاد من نساوهمش عندهم مشاكل صحية عندهم مشاكل بدنية عندهم مشاكل في كل أمور ديالهم الولاد تهما من نساوهمش لأنهم ترونهم صمت عندهم مشاكل في العمل عندهم مشاكل في العلاقات كلا اللي ما عندوش علاقات تتنجح تيكون عنده إما عين إما حسد إما uh التي يكون عندون مس آآ عندن هالبناس نشيء ايه بغا تحصل على عمل بغا تحصل على وظيفة بغا تحصل على زوج بغا تحصل على آآ البيت آآ يكون عندها مع الزوج ديلة ولكن تدقول غالب الله توصفة من جهات معي ولكن كان باب القرآن باب الرحيم باب الجواد اللي غير يعطينا كل شي إلا دقينا على بابه ما تخلناش لأن الله هو المعطي الله هو الرحيم الله هو الجواد بغيت نعطيكم هذه الوصفة اللي غير نشارك معكم دبا بغيتكم تديرها لأنها فيها ماء ونعناع وفاتعة الكتاب الطريقة اللي غير نعطيكم إن شاء الله هي دبا تكونوا على طهارة وخا تكونوا غير طاهرين البنت اللي تكون عندها عند العادة الشهرية تديرها الفاتحة الكتاب تقدر تقراها أو تحط البرطة بالعلى كأس الماء وشرب ناخد خمس ورقات ديال النعناع الناس اللي ما عندهمش النعناع يديروا خمس حبات ديال بابونج يغسلوهم زيان ويضعوهم كأس ماء عادي ماء اللي تنشربو العادي في المنزل غادي إن شاء الله هنحاول أنني كل ليلة كل ليلة كل ليلة غادي نوضع خمس ورقات خمس ورقات ديال النعناع وغادي نحطهم في الماء غادي نقرب غادي نقرب الكأس إلى الفم ديالي وغادي نقرأ الفاتحة كل ليلة سبعات المرات وغادي نقرأ سورة الفاتحة سبعات المرات ونفت في الكأس سبعات المرات وغادي نشربو ما نبغي نمشي ننام هنشربو على أساس أنني بغيت نطهر الجسد ديالي على النية اللي بغيت تطهر الجسد ديالك من جميع العوارض النحس وتوابع من الحسد والعين والمس غادي إن شاء الله كل ليلة غا ندوم عليها مدة 21 يوم ولكن القرأة ساهلة مهلة تقرأها تز الكأس إلى الفم ديالك وتقربو إلى الفم ديالك وتقرأ الفاتحة سبعات المرات وتشرب النعناع غادي تندغو غادي تبقى تندغ فيه في الفم ديالك تبقى هذه النعناع تبقى تندغو أنك تاكله تاكله وتضيف عليه شيء قليل من الماء جيد للمعدة تحيد الحموضة تحيد الحريق في المعدة سيلا كان عندك سحر في الماء أكل غادي تحسي بأنك تبديسي تطهر الجسد ديالك داخليا وخارجيا هيبقى جهد معلقة أندوزها على الصدر ديالي وعلى الوجه ديالي فقط إذن أحبابي في الله هذه الوصفة رائعة إن شاء الله غادي تديرها وغادي إن شاء الله تجاوبوني بالخير إن شاء الله إذن أحبابي في الله ما بقى ليا غير نقول لكم الله يعونكم الله يحيد عليكم الشوائب يحيد عليكم الحسد ويمنع عليكم أي حاجة فيها إساءة وربيرها غادي عون الجميع سنتمنى أنكم تديروها وتخليوا لي لايك وإن شاء الله دعموني وتفعلوا الجرس وتأبونوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا